اشتركوا في القناة من دعم كبير واهتمام لا محدود من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مؤكدا أن هذا الانجاز يأتي شاهدا على المنجزات الحضرية والتنموية الموجهة لخدمة المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم الأساسية ويمثل أهمية استراتيجية في تحقيق الأمن الدوائي لمملكة البحرين وأوضح معالي بأن هذا المشروع المهم يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بنقل تبعية المخازن الطبية المركزية إلى المجلس الأعلى للصحة حيث تم وضع استراتيجية تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الطبية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع من جانبها أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات بالقطاع الصحي في مملكة البحرين وذلك بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي في المملكة وتسير وصول الأدوية إلى المرضى وتلبية احتياجاتهم من الأدوية والمواد الطبية المركز هذي كله أوتوميتد يعني كله ما في ورقة حين كله يشتغل عن طريق الكمبيوتر وكل الطلبات كله يشتغل عن طريق الكمبيوتر وطبعا كل حبة تدوى تتطع منه تسجل في الكمبيوتر في معناته عندنا كل الضبط الأدوية من ناحية العدد ومن ناحية الكمية ومن ناحية الأشياء الموجود عشان سنة يكون هل يكفي لمدة 6 تشهر إذا كان ما يكفي لمدة 6 تشهر نطلب يعني نطلب يريد عشان نكمل لنا بعد على الأقل لمدة 7 فدائما إن شاء الله بيكون الأدوية متوفرة في المخزن هذه حق المستشفى الحكومية وحتى إذا احتاج السوق بعض الأدوية التي تنقص عندها ممكن أن نعطيهم من عندنا تم تطوير المخازن المركزية من ناحية البنية التحدية والشبكات التقنية للمعلومات بما يكفل الإدارة الفاعلة للمخزون وتنظيم آليات الشراء من خلال لجنة الشراء الموحد وترح المناقصات الوطنية التي شملت القطاع الحكومي والراغبين من القطاع الخاص لضمان توفير الأمن الدوائي وهناك استمرارية في تطوير الأنظمة المتاحة لضمان الآليات التي تضمن توفير الدواء والمستلزمات الطبية لكافة المستفيدين منها بسهولة ويسر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر